اهلا بكم في موجز لأهم واخر الأخبار وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور رشاد محمد العليمي الحكومة بتقديم كافة التسليلات للقطاع الخاص باعتباره شريكا في عملية التنمية وأكد العليمي خلال لقائه نائب رئيس الاتحاد العام رئيس الغرفة التجارية الصناعية أبو بكر بعبعد أن الدولة ستقدم دعمها الكامل للقطاع الخاص بما يمكنهم من القيام بواجباته ومسؤولياته في الإسهام بتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي كما وجه الحكومة بتقديم الاعتمادات للقطاع الخاص بإطار خطة الحكومة والقوانين المنظمة وصل وزير الزراعة وثروة السماكية اللواء سالم السوقطري ورئيس القيادة المحلية المجلس الانتقالي الجنوبي رأفة الثقل إلى مطار سوقطر عقب المشاركة في مشاورات الرياض استقبل عدد من القيادات السياسية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة الوزير السوقطري ورئيس القيادة المحلية عقب مشاركتهم في مشاورات الرياض وما خرجت به من نتائج إيجابية بمختلف المحاور وقرار إعلان مجلس القيادة الرئاسي وقع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس عقود عشرة مشاريع تطويرية لقطاع المياه والصرف الصحي بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة وتأتي حزمة المشاريع هذه ضمن المرحلة الأولى لتدخل أشيقاء في دولة الإمارات لدعم البنية التحتية في العاصمة عدن وفق الأولويات التي حددتها مؤسسة المياه والصرف الصحي طالب المجلس الانتقالي الجنوبي حكومة المناصفة بسرعة الوقوف أمام الأسباب التي أدت إلى الانهيار المفاجئة في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وكذا المجلس الانتقالي في اجتماعها الدولي وجود أطراف تقف خلف ذلك الانهيار غير المبرر لقيمة العملة المحلية في اليومين الآخرين هدفها إفشيل القيادة الجديدة وعرقلت جهودها الرامية لإنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد رصدت القوات الحكومية ارتكاب ميليشيات الحوثي لـ 1924 خرقا للهدنة الأممية في جبهة القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعد والجوف ومأرب وأبيا وكذلك الحجة وأوضحت القوات الحكومية في تقرير لها بأن الخروقات تنوعت بين 967 عملية استهداف بالعيارات و264 عملية استهداف مدفعي و178 تحليقا بالطيران المسير والاستطلاعي وتعمدت البلاد الشيات الحوثية خرق الهدنة منذ رحباتها الأولى في ظل التزام القوات الحكومية بتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية التي تقضي بالوقفة التام لإطلاق الدار هذه المجزة للقاء